أهلا وسهلا فيكم خمس أسئلة منسألها لنفسنا وبناء على الإجابات منقرر إذا بدنا نواجه شخص أذانا أو نتجنبه أو نتجنب الموضوع هذا الموضوع بتجاوبنا عليه وتحكي معنا سنة السالم أخصائية تطوير الذات صباح الخير صباح الخير راندا صباح الخير مشاهدين أهلا وسهلا فيكي هلأ شوفي أكيد هو يعني يمكن الإختيار هل أواجه أو أطنش كتير صعب يعني أكتر من المواجهة يمكن بحد ذاتها صحيح فخلينا نقول بك تعطينا خمس أسئلة شو بناء على إجابتها منقرر هل نواجه الشخص أو نتجنب وننسى الموضوع نطنش بس قبل ما أحكي الأسئلة بعد إذنك بدي أقول أنه نحنا البعض مننا هيك مقسوم إلى جزئين يا أما هو الشخص اللي على كل شيء بيعلق بانتقد بيعطي نصيحة إرشاد أوامر يعني على كل شيء بيعلق يا أما البعض مننا حدا بتجاوز على كل شيء بتغافل على كل شيء هلأ الجهتين تعبنين لأنه الشخص اللي بيظل يعلي ويدقر ويهاد حتى هو نفسه مش مرتاح مع أنه بيلاقي لحاله ميت مبرر مثلا أنا ما بحب العواج فأنا لازم أنتقد أنا ما بحب العواج لازم أحكي حتى هو مش مرتاح لأنه لما أنت تكون هلأد فيك يعني عم تطلع الحكي اللي بدك يا بطريقة سلبية برضو أنت نفسك مو مرتاح والشخص الثاني اللي حتى لو هو داية كتير برضو عم بتجاوز ومن غير ما يعبر أو يقول أنه أنا عم بتداية برضو شخص حياته مش لطيفة فنحنا بدنا نكون ما بينه وبين الأشخاص المنضبطة الحازمة المتمكنة من نفسها اللي بتعرف متى تحكي وكيف تحكي ومتى خلص إحنا نتغافل ونتجاوز عن الموضوع كما عني يمكن كتر التجاوز أنه ضلت مرقة مرقة بس هو في الداخل عماله وبداية يمكن تصير تتصرفي غلط بمرة تانية بس أنت بناء على كبت أو زعلانة من هذا الشخص بش مش عم بتواجه طب أعطينا أمثلة يعني كيف قبل ما نحكي بالخمس أسئلة اللي لازم نسألهم لحالنا مثال مرات حالات مثلا مثلا هلأ أنا بفضل العكس والله يا رندن خلينا نحكي الأسئلة عشان نسقط عليهم الأسئلة ماشي الحال حلأ إننا نسأل حالنا هل هذا الشخص علاقتي معه مهمة هل هو هذا الشخص مهم إلي علاقتي معه مهمة تظلها منيحة أه وهل هو أصلا شخص مهم بالنسبة إلي هذا السؤال الثاني السؤال الثالث هل الموقف اللي صار اتكرر أكتر من مرة السؤال الرابع هل أثره هذا الموقف اللي صار كبير علي والسؤال الأخير هل إذا استثمرت وقتي وجهدي وطاقتي بالحديث مع هذا الشخص هل رح تنوصل لنتيجة إيجابية حلو هلأ هدول هن الأسئلة بس بدي ألفد انتباه المشاهدين أنه أي سؤال من هاي الأسئلة بتم الإجابة علي بلا واحد من خمسة يتم الإجابة عليه بلا معناها خلاص انتهى ما فيه داعي أكمل أني أنا أعد مع الشخص وأحكي معه لازم الخمسة يتم الإجابة عليهم بنعم تمام هلأ نعطي أمثلة يعني كنا بنحكي تحت الهواء إشي صار معين شخصي كنت في مكتبة عامة ماخد بناتي الصغار فبنتي فيه التمرين هيك بدهم يلعبوا بالألوان فستقا واحدة من السيدات وقفة بنتي بتقول ماما عادي لو وسخت أو وعيي أنا فأنا جوات بكل أريحية آه آية نبسطي ماما فسيدة من الأمهات بتقولي شكلك ضابعتيها لبنتك شو هاي هو التربية هيك إنه كيف بنتي بزعل يعني ببعدلة آه بعدلتني ودعم الناس فأنا ابتسمت بكل أريحية ما تأثرت أبدا لأنه هل هي شخص مهم نا هل علاقتي معها مهمة نا فأنا ليه أغلب حالي وهذا اللي بيصير نحنا يعني نحنا أوقاء وطبعا واللي صار تحديدا رندب أنا طلعت ومسكت كتابي وبدأت أقرأ إجت ست تانية بتقولي أنا لو محلك كيف سكتت لها أنت أنا لو محلك كان عملت وسويت فأنا بقولها هي مو مهم وهي علاقتي معها مو مهمة ليه أنا أنزع نهاري والمكان على موقف زي هيك ففعلا في ناس لو انتقدت لو علأت إلى آخره هلأ فيه أشخاص مهمين بحياتنا مثلا على سبيل المثال هذا عم بسمعنا فيه إشي عم بزوجه من موالدته فيه إشي عم بزوجه من أبو من زوجته هذا شخص مهم علاقتي معه أكيد مهمة هل هذا الإشي تكرر أكتر من مرة ممكن إجابة كمان تقول نعم تكرر أكتر موقع عم بدايقني آه عم بدايقني مثلا وقفنا بسع السؤال الأخير هل إذا أنا بستثمر وقتي وجهدي رحي تغير ممكن إجابة بسع هذا سؤال تطلع لا أنا شو بدي أغير بأمي لعمرة السنسانية مثلا أنا شو بدي أغير بأخوي اللي إلى آخره مثلا هذا الطبع فيه ما بتغير فليه أنا أستثمر وقتي وجهدي إلى آخره فلازم الإجابات الخمسة الخمسة أسئلة تكون بنعم أي حدا فيهم بيكون لا خلص بدو ينتهل بدو يموت الموقف بأرضه مش أنا بيصفي يموت في أرضه أني أنا عم بحمل على الشخص لا لأنه إذا عم بحمل على الشخص معناها ما عم بتجاوز حتى لو ما علاقت أنا ببدأ أحمل على الشخص بطاقة سلبية بتداية أفكاري سلبية بتكركب بصير مش عارفة أتعامل معه لا هيك إحنا ما تجاوزنا التجاوز الموقف تغافل الموقف إنه خلص ما أثر فيه ما عم بدايئني فلازم أعيد برمجة حالي طريقة تفكير حالي إنه خلص أنا أقبله أتكيف معه إلى آخره ألاقي طريقة أتعامل مع هذا الموقف بطريقة إيجابية حلو لأنه أحد الأسئلة السؤال ربع أقولي هل استثمار بالوقت بيجيب نتيجة وهل تأثير هذا الموقف سلبي كتير علي إذا لقيت إنه عن جد سلبي كتير علي بس ما بيجيب نتيجة خلص فإحنا فعلا الخمس أسئلة هذول كلهم الخمسة بتكونوا نعم بنعم 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 يعني مثلا في موقف بين الأزواج دايقني هو علاقتي معه مهمة هو شخص مهم بالنسبة لي لو حكيت مع زوجي أو هو حكي معي رح يجيب نتيجة معناها تمام هنا نحن بناخد القرار إنه أنا فعلا بدي أحكي معه هلأ كيف أحكي معه؟ هلأ هون عشان يجيب نتيجة في طريقة كيف لا نحكي تمام هلأ أنت عندك طريقة معينة إنه هلأ إحنا قلنا أنه يجيب نتيجة أحيان أنا بسوى إني أشوف رح يجيب نتيجة عشان أتأكد أصلا إنه بده يجيب نتيجة في أسس معينة في أسس أحكي معها هلأ الفكرة في الموضوع إنه الناس برضو لين إحنا لازم نخطط يعني إحنا الأعدة هاي أعدة الصراحة أعدة المكاشفة أعدة الصفة هاي بدنا نخطط لها عشان ناخد النتيجة اللي إحنا بدنا إياها لأنه إحنا عم نقول أنا في إشي دايقني معانا أنا بدي أهذب سلوك معين بدي أعدل سلوك معين إشي إلو بخصني فلازم أخذه فلازم نخطط لها هاي الجلسة شو؟ برضو نسأل حالنا برضو أسئلة متى؟ أين؟ كيف؟ ماذا؟ لماذا؟ أيوة متى أحكي معاه؟ ومش الوقت المناسب إلي بدي أشوف الوقت المناسب للشخص المعني في الموقف تبعي متى هو مناسب إليه؟ هل مثلا الصباح المساء نهاية أسبوع؟ بدي أخطط لها فالفكرة مش ردها تفعل سريعة من غير تخطيط أنا بدي نتيجة معينة من شخص معين فبدي أخطط فمتى؟ أين؟ هل أنا أحكي لزوجي أنا عاجمتك على فنجان قهوة برا البيت؟ إذا مثلا المديري هو زميلي بالعمل هل أحكي معاه داخل مؤسسة؟ ولا لا بس هو مثلا أرن عليه تليفون بيكون روح هدير راء بدي أفكر فيهم عشان فيه إشي معين أنا بدي أخذه فمتى؟ أين؟ ماذا؟ تحديدا بدي أكون عارفة أنا شو بدي أحكي أحاططهم مع نقاط أنا اللي بدي أركز عليه هو واحد، تنين، ثلاثة، أربعة ما أتشعب، ما أدخل في مئة قصة ما أجيب قصة سأديمة من مئة سنة صارت لأ أنا فيه إشي معين أنا بدي أكون كتير محددة، كتير مركزة فيها فماذا؟ ليه أنا بدي أحكي؟ إيش اللي أنا بدي أياه؟ إيش السلوك اللي أنا بدي أوصله؟ إيش التهذيب، التعديل اللي أنا بدي أوصله مني لحكي؟ وليه؟ حتى حابة ألفة انتباع مشاهدينا الكرام في حلقة قديمة طلعنا فيها برضو أنا ويا كيرندا حكينا كيف نعبر عن مشاعرنا بإيجابية بالضبط فهذه النقطة كمان كتير مهمة فأتمنى من المشاهدين يروحوا يحضروها على اليوتيوب عشان يربطوا الحلقتين ببعض فكيف نعبر بمشاعرنا بطريقة كتير إيجابية؟ هذول هذول الأسئلة لما بيسوى كمان نمسك وراء أو ألم وحطهم، أنا متى أحكي لماذا أخطط لما أنا أخطط لهذه القعدة بالأغلب إن شاء الله تعالى إنها تكون القعدة يعني تمر أخير هلأ برضو بدي أكون متوقع إنه أنا كشخص إنه ممكن حتى لو أنا خططت وحتى لو عملت كل الواجب بطريقة صح ممكن الشخص ما يتقبل بهالسرعة مالي، هذا إشي أنا كمان لازم أكون أحطه في بالي حل إنه أنا محدش فينا ماسك هالعصايا السحرية يلا أنت أعمل هيك يلا تغير لا التغير بده وقت أنا عم بطلب من شخص معين يهذب سلوك معين تعديل سلوك معين معي فرح ياخدوا وقت وهذا كمان إشي بيسوى إنه يكون في بالنا لهيك لما نحكي مع الناس رندة في نقطة كتير مهمة إنه قبل ما تقول تحكي البدك يا حاول إفهم من الطرف الثاني إفهم قبل ما تنفهم مهارة الإنصاط من المهارات الجدا أساسية اللي بتمرق هاي القعدة على خير وسلام هلأ هي مهارات حياتية كلها متكاملة لكن تحديدا عندنا مهارة الإنصاط مهارة جدا مهمة حاول إسأل الطرف الثاني إنت ليه عملت هيك إنت ليه علقت علي مثلا قدام الناس ليه انتقدني ليه دايأك مثلا ليه تدايأت مني ليه أنت تصرفت واحد ثلاثة أحاول أفهمه عشان بالمقابل أقدر أنا أنفهم بس هنا لما كنا نحكي نعبر عن حالنا بطريقة إيجابية بتذكر السنة أنه ما نبدأ بجملة أنت أو أنت أنه ما فيها اتهام هلأ أم بفرق أن أقول له مثلا ليش ولا ممكن أعرف شو السبب أنه هيك هيك صحيح لأنه إذا بديت بأنت براح يصفي يا إما هو عم بيهاجم يا عم بدافع وأنا ما بدي هيك أنا بدي أنه فيه إشي معين أنا بدي أخذه من هذا الموقف بدي أطلع بنتيجة فعشان أطلع بنتيجة بدي أنا أتحمل على عادقي الشخصي اللي عم بياخد المبادرة وقرر يعد هاي أعدة السراحة أعدة المكاشفة أعدة الصفة هاي بده إشي معين بده ياخده بدك تاخده إنت دك تحط الجهد إنت دك تتحمل مسئولية هذا الموقف إحنا الناس بتلوم إنه إنت إنت عدل من حالك إنت أعمل إنت سوي طب وإحنا وين بزبط إذا إحنا منظلنا نرمي على الناس الحمل إنت أعمل إنت سوي إنت غير عشان تاخد مني إشي منيح ما رح يمشي الحال إحنا لأنا نشمر عادينا نتحمل مسئولية نتحمل مسئولية تواصلنا مع الناس وطريقة اللي نحيي فيها مع الأشخاص وكتير مهم من رندة نحكي مع الشخص ما نحكي عن الشخص عن شخص تاني يعني أنا مثلا دايقت إشي من رندة أروح أحكي مع روان أقولها رندة دايقتني رندة عملت لي روحي أحكي معها ما بمشي الحال لأنه لو روان فعلا نقلت الله يذكرها طبعا بالخير روان إجدت ونقلت الفكرة بطريقة صحيحة بالأغلب رندة ما رح تاخدها بأريحية لأنه في صار حلقة في حلقة يعني مثلا بالبيئة العمل بيقولك هذا سفين مثلا أو إذا بالحياة الزوجية حدا سلطوي مثلا حكينا مع الزوج على مرته أو حكينا مع الأم على بنتها على سبيل المثال ممكن تنفهم بطريقة سلبية فنحاول قد ما نقدر إذا الموقف بيحتمل أني أنا أحكي مع الشخص مباشرة أحكي معه مباشرة ما أحكي عليه عن طريق حدا تاني لأنه ما رح تنفهم وبعدين كتر الوجود الناس بتوصيل المعلومة بتضيع المعلومة زي كيف لما نلعب دائما هاي بشبهها أنا بالتليفون أنه بتبلشي أنت بتحكي كلمة شوفي كيف توصل فنفس الشي الحدث نفس الشي الخبر إلا ما ينوصل بطريقة مختلفة إذا أضبط شي المواجهة بس كتير حبيت كيف ذكرتي أنه بتحمل مسؤولية طريقة التواصل هاي ونتحمل طريقة التواصل فعلا بسوى يعني نحنا عن جد ما عنا هالوسط يا تخو يكسر مخو يا ناس على 24 ساعة بيعلقوا بانتقدوا بتدخلوا بينصحوا بيعطوا أوامر يا أبداً ناس منسحبين جداً ولا إلهم دخل حتى لو يدعي أوه إحنا بدنا أحل الوسط بدنا الشخص المنضبط المتمكن من انفعلاته اللي عارف متى أحكي ومتى ما في داعي أصلاً يعني الموقف أطوله من أرضه وخليه يروح بحاله أنا ليه أخسر جهدي وطاقتي ووقتي بموقف أصلاً ما بيستاهل فليه أنا أعلي أو ليه أنا أدخل أو أحكي فلازم نوازن الأشياء عشان سير حياتنا أسهل مريحة أكتر لأنه فعلاً إنها حياة يعني بشعة اللي فيها انتقاد كتير ونصيحة كتير وسلبية كتير وتدخلات كتير وأوامر كتير وفيها كمان إني أنا بداية وما عم بحكي فلحنا بدنا نوازن قبل ما ننهي سنة بس خليل عديلنا الخمس أسئلة أكيد يمكن إذا حدا عم بحضرنا هلأ راح على الجزء الأول أو ما كان يمركز بالخمس أسئلة المهمة هنا خمس أسئلة لازم نسألها لحالنا عشان ناخد القرار هل فعلاً أنا أواجه الشخص وأصارحه وأتكاشف معه أو لا؟ فالسؤال الأول هو هل هو شخص مهم إلي؟ هل علاقتي معه مهمة لهذا الشخص؟ هل هذا الموقف تكرر الأزعجني تكرر أكتر من مرة؟ هل أثره علي كان كبير؟ وهل إذا أنا بزلت جهد وطاقة ووقت مع هذا الشخص هل راح نجيب نتيجة إيجابية أو لا؟ أي إجابة على هاي الأسئلة كانت بلا؟ فمعناها نحن ما بناخد القرار ثلاؤ وحدة من الخمسة وحدة لازم الخمسة كلهم يكونوا نعم 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 أي وحدة كانت بلا؟ معناها الموقف بده يروح بأرضه يروح بأرضه بإيجابية طبعاً مش كمان نحمل عن ناس وما ناخد عدة المكاشف أو السراحة شكراً سنة أهلاً شكراً إلى كل المشاهدين شكراً سنة شكراً لمتابعتكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد